نحن نتكلم على سنوات طويلة جدا والبند الرئيسي المتنزع عليه وهو نزع سلاح حزب الله أو خلينا نقول يعني ما أطلق عليه بعد ذلك اللي هو أن التسليح الوحيد يكون بيد الجيش وممنوع أن التواقف الأخرى يكون عندها سلاح هذا لم يطبق ومن الصعب ومنقشته الآن وده حدخلني في النقطة الثالثة من الأشياء الصعبة اللي بتوجهها لبنان الآن كانت موضوع إنهاء الاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل صحيح طلع علينا تصريحين خلال اليومين اللي فاتوا التصريح الأول من حزب الله حسن نصر الله سيد حسن نصر الله قال فيه أعيننا وصواريخنا على كريش بمعنى أنه يراقب الاتفاق ولكن الأعين والصواريخ متجهة نحو هناك إسرائيل وزير الطاقة الإسرائيلي قال إحنا بنقوم حاليا باختبار المضخات الخاصة بكريش ونتوقع أن يكون هناك نزع مع حزب الله أو يعني شيء مسلح هل تتوقع الحكومة اللبنانية الحالية نشوب نزاع مسلح بين حزب الله وبين إسرائيل على موضوع كريش المعلومات بموضوع المفاوضات والترسيم إيجابيين يعني إذا بتقري الصحافة الإسرائيلية وإذا نعرف نحنا كمسؤولين لبنانيين الترسيم قريب جدا إلا لا سمح الله بيصير شيء الترسيم قريب هون في شالي كمان لازم تعرفيها أنه هو رئيس جمهورية بيمدي الترسيم والمعاهدات يعني إذا ما عنا رئيس يعني هذا يعني أنه الترسيم كمان بيتأخر من هون أنا كنت فتت شوي بسرعة بالموضوع لتلك أنه عنا شهر صعب يعني صحيح من هلأ لـ 31-31 الأول أكتوبر عنا شهر صعب من هون يعني لو كل الأمور بتنحل بهذا الشهر منكون رحنا على سكة جديدة وعلى طريق أحسن طب يعني إذا لا تتوقع أن يكون هناك أي اشتباكات عسكرية مع حزب يعني إذا أمور الترسيم منيحة ومصر شيء أكيد لا ما بتوقع طب لو رحت للسيناريو السيء وهاخده في إجابة سريعة هل الحكومة اللبنانية أو لبنان مستعد الآن أو عنده سيناريو به إذا حدث ذلك فسيكون التصرف اللبناني يعني ذلك شعلي نتمنى أنه هذا الشيء ما يحصل بس أنا بدي أقول هوني كمان شعلي تهديد السيد نزر الله لإسرائيل أنا برأيي إذا مخوف الإسرائيليين هو يجمد شوي شركات يلي هي بدأت تحفر بالبحر يعني كيف مكان خلينا نشوف إيجابيات بكل شيء عم بيصير معنا ونحن بالنهاية وصلنا وصلنا على ترسيم وصلنا على حل بيرضي الجميع ونتمنى أن الموضوع رفق للنهاية أنه جزء من الموضلة